اشتركوا في القناة القمر مازال موجود في الحمل في منزلة البطين وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح تستمر طبعا هاي المنزلة حتى ساعات المساء يعني قبل المغرب بشوي أو لمدة بث حلقة الغد القمر بصير في منزلة الثرية في ساعات المغرب وهي جيدة وتنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور أما بالنسبة لتأثير القمر لما بكون موجود بالحمل في هاي الفترة منشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا وممكن أنه نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها ومنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استادع الأمر لذلك وإدخال تعديل على قصة الشعر وقامة حفلة حفلة ما أما بالنسبة للزوايا اللي راح تتشكل خلال هذا النهار أول زاوية راح تكون ما بعد الحلقة يعني الآن نحسبها في ساعات المساء وهي زاوية تثليف إيجابية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة 10.48 دقيقة مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تتليها وهي بعد منتصف الليل زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر والمشتري في تمام الساعة 43.44 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين القمر والمريخ راح تكون في تمام الساعة 38.35 دقيقة صباحا وهاي بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة 11.37 دقيقة ظهرا تدفع بعض الأشخاص إلى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الأخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 7.49 دقيقة مساء من واجه مصاعب وعرقي اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار راح يبدأ ساعة 7.49 دقيقة من مساء اليوم اليوم ماشي مش بك يعني اليوم يعني بعد يعني في الأحد ماشي مش أنه الواحد يقول لي أنا مش فاهم عليك إيش بتحكي يوم الأحد ساعة 7.49 دقيقة مساء وبيستمر لليوم الثاني اللي هو لفجر يوم الاثنين عشر ثمانية أي تمام الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة فجرا وهذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا خلو المسار هاد رح نحكي عنه في حلقة الغد يعني حلقة يوم الاثنين رح نعيد خلو المسار من بدايته لنهايته لأنه هو تكوينه رح يكون بعد حلقة الغد بل لكن نحكيه إحنا مسبقا لأنه إحنا منحكي توقعات يوم كامل طبعا بالنسبة للقمر القمر انحصار المحدد عشرين يوم في تمام الساعة سبعة وسبعة وخمسين دقيقة مساء بيصبح واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمس وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية المزاج سعيد القمر في الحمل حتى يوم عشر ثمانية المزاج منتحس جدا لأنه شفت كل الزوايا سلبية وكلها جاية تربيع مع الكواكب الموجودة في برج الجدي فعشان هيك لا مكان مناسب ولا الزوايا مناسبة فأضعفته وسوته منتحس جدا خمس وسبعين في المية نسبة الانتحاس دعته أما بالنسبة لعطارد في الأسد حتى يوم عشرين ثمانية المزاج منتحس أما بالنسبة للزهرة في السرطان حتى يوم ستة تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة برضو ببدأ عملية التراجع في يوم تسعة تسعة مزاجه منتحس بنسبة ثمانية وثلاثين في المية لأنه هو والقمر في الحمل وعملين زوايا تربيع مع الكواكب الموجودة في الجدي أما بالنسبة للمشتري طبعا في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة المزاج منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه ممتزج أي متقلب بين سعيد ونحيس حتى بأثناء عمل الزوايا أورا نصف الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع برضو مزاجه ممتزج يعني متقلب بين سعادة ونحوسة نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احدى عشر مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم أربع عشر مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة لوجود الشمس ووجود عطارد ووجود الكواكب كلها هاي اللي بتعمل تأثيرات شوي متقلبة خلال هذا اليوم أول إشي بالنسبة لوجود القمر رح نحكي عن بيتك الشخصية اللي هو القمر والمريخ موجودين فطبعا من المفروض أن القمر بيشحنك بطاقة إيجابية خلال اليوم بيخليك عندك قدرة لإنجاز بعض الأمور أو الاهتمامات بفتح مداركك بخلي عندك سرعة بديهة ولكن بسبب انتحاس القمر بوجوده في بيت شخصية والمريخ اللي موجود في بيتك الأول وبرضو منتحس زي ما ذكرنا في مزاج الكواكب والزوايا اللي ذكرناها في البداية فعشان هيك أول شغلة بدك تحذر منها اليوم تقلب المزاج عندك العصبية والحدية الاندفاع والتهور محاولة فرض السلطة وإصدار الأوامر بدون دراسة اللي ممكن إنها تسبب بعض الخلافات صحيح إنها أنت بتنشط اليوم في الحركة بالإنجازات عندك نشاط عالي جدا ولكن نشاط مفرط ممكن يسبب لك بعض المشاكل فعشان هيك اليوم بدك تنتبهوا من أشياء كثيرة وخصوصا يعني الاندفاع والتهور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنه جيدة خلال اليوم ممكن إنك أو تساهم في إحداث بعض التغييرات على المستوى المالي أو الاهتمامات المالية أو تحسين موضع مالي معين أو جلب بعض التحسينات أو أعمال إضافية ممكن تسترد منها يعني تحصل على أموال أو تسترد أموال لا إلك أو ممكن مكسب من شيء ما أو تكريم معين أو هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيك نشاط على الحركة والانتقال والتنقلات والجراءة بالحوارات وسرعة البديهة ولكن بدكوا تحذروا من التهور من الحوادث من الأعطال اللي ممكن تصير بالسيارات وأثناء حركتكم من الإصابات اللي ممكن إنك تتعثر أو تضرب في طاولة إيدك توجعك رجلك تتفركش بدك تنتبه أثناء حركتك من الإصابات وبرضو حديت المزاج وفرض السلطة ممكن اليوم يكون لك تعامل مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فهو قوي جدا وبيدعمك على مستوى البيت وتحالف أفراد العائلة معك أو جمعة معينة أو اهتمامات معينة بتكون اليوم ممكن تدخل في بعض النقاشات أو الحوارات أو تهتم ببعض المسائل العائلية أو البيتية أو ممكن يكون نوع من أنواع المشتريات أو أشياء لها علاقة بالأثاث والديكور والتصليح واللوازم المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا برضو بدك تحذر اليوم حساسيتك عالية من أشياء ممكن لها علاقة بالحبيب صحيح الأجواء بتدعمك الشمس بتعطيك قوة برضو بتعزز العلاقة مع الحبيب وبتعطيك دفع للخروج أو تغيير الجو أو النزه أو الفسح أو هواية معينة أو أشياء لها علاقة بثقافة مطالعة دراسة مشروع معين فكرة معينة يعني فيه نوع من أنواع الاهتمامات اللي راح تساعدك بشكل كبير خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل يعني ممكن شوي يتراكم عندك بعض الأعمال أو يحصل بعض الأخطاء اللي إلها علاقة بالعمل أو مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو يتراكم عندك بعض الأعمال اللي ما تقدر تنجزها وفي منكو ممكن أنه يتوجه له لفت نظر بسبب خطأ معين أو خلاف معين في مؤسسه بيعمل فيها برضو بدكو تنتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا تجمع ما بينكم وبين الشركاء اليوم تعمل نوع من أنواع التحالف أو التقارب أو المصالحة أو تراجع عن قرار سابق ولكن زي ما حكينا تواجد الكواكب اللي عندك اللي بضغطك فبيخليك شوي تعصب أو تفقد السيطرة على نفسك شوي بتصدر أوامر أو تكون عنيف أو فض أثناء تعامل مع الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن أنك تحصل بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمؤسسات المالية أو البنكية أو الاهتمامات لأموال والشركاء أو مشروع شريك أو دعم من شريك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالامتحانات والدراسة بتكون بحال ممتاز ولكن بدك ما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهم يقول لك ما تغامر وما تجازف ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تشوه سمعتك اليوم أثناء تصرفاتك حاول تحافظ على سمعتك وعلى عملك برضو من الخلافات والمشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بتعزز هاي من علاقاتك ومعارفك وليمتك مع الأصدقاء ولكن ما تظهر امتعاضك أو انتقادك أو يعني كلمة جاري حتطلع في مكان غير مناسب تسبب نوع من أنواع الخلافات أو الإحراج أو ممكن نقاش حد أما بالنسبة لبيتك 12 فهم نقول لك دير بالك على صحتك ودير بالك على عملك ما تخلي الأعمال تتراكم حاول تنجز أعمالك بوقتها حاول أنك تهتم بزملائك ورؤسائك بالعمل اعمل على الطريقة اللي هي العمل المشترك وبرضو ممكن اليوم تحمل لك نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة بسبب ضرف ما أو عيادة مريض أو أنت تراجع مستشفى أو طبيب برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول بما أنه القمر موجود في بيت المتاعب عندك والمريخ في بيت المتاعب فمنقول لك اليوم بدك تدير بالك ما تعتمد على شيء حاول أنك أنت ما تجهد حالك في جهدك الجسماني حاول أنك تراعي وضعك الصحي حاول أنك تنتبه من بعض الأشخاص اللي ممكن أنهم يتآمروا عليك اليوم أو يحفروا لك أو يستغيبوك أو ينموا عليك يعني بعض الأعداء الخفيين ممكن للفترة هاي ينشطوا أكثر فبدك تكون حذر برضو بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد جدا انتبه لغذائك وانتبه لراحتك ممكن أنه شوي تنخفض الوتيرة عندك بشكل كبير وممكن تتأخر بعض الأمور وممكن شوي أنك تستاء من بعض الأمور وممكن يفاجأك موقف مثلا إشي أنت متفق عليه يلتغ اليوم أو يتأجل وبرضو بتحمل أشياء لها علاقة بسوء التفاهم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالتقلبات على المستوى المالي فمنكو ممكن يحصل بعض المكاسب المالية وفي منكو ممكن يدخل بمغامرة أو مجازفة أو مصاريف زيادة أو أشياء إلها علاقة بضغط أو مطالبات مالية ماشي أنه الأجواء ضاغطة ولكن الضغط المالي هاد برضو رح يسبب لكم ضغط بزيادة ممكن تفقدوا السيطرة على أنفسكم في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا يعني أو بصل لمرتبة ممتاز فبدعمكم على مستوى الحوارات والاتصالات والنقاشات والتواصل مع أشخاص ممكن أنه تروج لعمل معين أو تقنع شخص بأمر معين أو ممكن يكون عندك مقابلة لعمل أو أشياء إلها علاقة بالتسويق لا سلعة معينة أو لأمر معين فبتنجح بشكل كبير وممكن نتحقق بعض المكاسب في منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بشراء سيارة أو جهاز هاتف أو جهاز كمبيوتر أو يهتم بأمور إلها علاقة بالتكنولوجيا والاتصالات مع بعضكم رح يكون له تعامل مع أخ أو جار أو صير تحالف ما بينكم أو اتفاق على مسألة معينة أهم شيء أنكم تركزوا بشكل جيد أثناء تنقلاتكم وأثناء حركتكم أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا الشمس بتدعمك وعطارد بعملك شوية سلبية فعشان هيك بكون الوضع ممتزج على مستوى البيت فهو بفتح بعض المجالات لا العلاقات العائلية أو التحالف ولكن برضو بعض نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة ممكن خلاف أو نقاش أو حوار أو مسألة عائلية أو مسألة بيتية تظهر خلال هذا اليوم إما عطل أو اهتمام بمشكلة معينة حاول أنك تقارب بوجهات النظر وحاول أنك ما تفرض سيطرتك أو سلطتك عشان ما تكبر الخلافات أو ما يصير مشاكل كبيرة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم تدفعك لنوع من أنواع الاهتمام بهواية معينة أو بلقاء أحد الأحبة أو بالتواصل معها أو بأمر عاطفي أو بتواصل مع أحد الأبناء أو الوالدين في مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن نقولك ما ترهق حالك كثير وركز بأعمالك من بعض الأخطاء اللي ممكن تنتج أو بعض الخلافات ما بينك وبين المعاونين أو اللي بيشتغلوا معك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي يعني شوي في نوع من أنواع التقارب أو التجانس ما بينكم طالما أنتوا بعاد عن فرض الرأي أو السلطة أو التحكم أو صفة الأمر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض المكاسب أو بعض الأمور اللي إلها علاقة ببنك أو قرض أو مساعدي أو أمور إلها علاقة بسلفة أو تقديم طلبات لمعونة وطنية أو شغلات من هذا القبيل المهم أهم شيء أنك أنت تنتبه ما في داعي للمشاريع بالفترة هاي لحد يوصل القمر لعندك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى أشخاص خارج البلاد أو اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن تسبب لك بعض الإرباكات أو بعض الأعطال أو بعض الإهتمامات بمسائل إلها علاقة بالدراسة أو بامتحانات أو جامعة أو مؤسسات تعليمية ولكن الأهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ نهائيا أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة فاليوم ممكن تستغل بعض العلاقات لأمر معين أو يساعدوك في موضوع معين ممكن تجد بعض المساعدة أو العمل المشترك ممكن يلاقي نوع من أنواع النجاح أهم شيء أنك تركز على عملك دوامك ما تتأخر وما تتغيب أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا نحكي على بيت الأصدقاء جيدة اليوم بتحمل نوع من أنواع اللقاءات أو الإجتماعات ممكن تحفل بنقاش أو لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع بعض الأصدقاء وحوار جيد أو مفاجأة بفاجأك فيها أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فزي ما ذكرنا بدك تنتبه ممكن يصير فيه تعطيل ممكن يصير فيه تعب ممكن يصير فيه قلق معين ما ترهق جسمك انتبه لغذائك لراحتك لإنجازاتك وما تحاول أنك أنت تشتت حالك كثير ممكن الفترة تحمل لك قلق على أحد الأحبة برج الجوزاء بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء دعملة إليك بشكل جيد خلال هذا اليوم نفسيتك أحسن يعني ممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بنفسك أو بشخصيتك ولكن بدك تنتبه من تقلبات المزاج والحدية في بعض الأوقات أو الاستياء من تصرف أحد المعارف فحاول أنك قدر الإمكان أنك تطنش وما تركز كثير حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان الأمور تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا منقول لك اليوم في فرص جيدة للمكاسب المالية والفرصة متاحة لمكسب بجعادة من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو مستردات أو من عمل إضافي أو أشياء العلاقة بنوعية من الدعم المالي اللي ممكن تجيك في أي لحظة بأي طريقة أهمش أنك تنشط وتحاول أنك تحسن من وضعك المالي ومن مصاريفك ومن التزاماتك ومن بعض الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم تقريبا نقدر نحكي إنها متقلبة على مستوى التنقلات والاتصالات فالشمس بتعطيك إيجابية بتعطيك أكثر من مجال للتنقل والاتصالات والحوارات وأمور إلها علاقة بالتواصل أو اهتمام بالسيارات أو بالميكانيك أو بأشياء إلها علاقة بالتليفونات بالأمور هاي أو مناقشة مشروع أو ترويج لعمل أو تقديم طلبات أو مقابل يعني الأجواء بتدعمك من الشمس ولكن عطارد بعمل تقلب بالمزاج أو استياء أو بعض الوساوس وبعض الإصابات أثناء الحركة فبدك تنتبه أثناء حركتك من بعض الإصابات أمور إلها علاقة بالشد العضلي أو الشد العصبي أو التوتر وبرضو بدك تنتبه من انفعلاتك وعصابيتك في بعض الأوقات لأنه عطارد زي ما حكينا منتحس أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى أمور البيت اليوم في نوع من أنواع الاتفاق أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة فممكن اليوم يكون في نشاط أو لقاء أو حوار أو اهتمام بمسألة بيتية أو عقارية أو اهتمام بأمور إلها علاقة ببعض الأمور كمشتريات أو ملتزمات أو ديكور أو مشكلة عائلية بتحاول تحلها أو تواصل عائلي بيكون بسبب ضرف ما أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا جيدة وهي بتدعمك لممارسة هواية أو اهتمام بهواياتك أو بنزوة معينة أو تقارب ما بينك وبين أحد الأحبة أو لقاء معين بينك وبين الحبيب أو يعني نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين الأهم أنك تستغل الفرصة بشكل إيجابي لأنه بتدعمك في بعض المسائل العاطفية وبرضو في مسائل الحب وفي مسائل إلها علاقة ببعض الحدود أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحيينها جيدة برضو على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة يعني بأشياء إلها علاقة بعمل جديد إلها علاقة مع زملائك مع رؤساك بالعمل تقديم على طلب معين اهتمام بمسألة معينة الأجواء إيجابية برضو بتدعمك ولكن انتبه لبعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى أمور الشراكي وإعلاقتكم ما بينكم وبين الأزواج ولكن بتعدوا عن فرض الرأي أو السلطة أو التحكم أو الانتقادات المباشرة أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا بدك تكون منتبه من بعض التقلبات على المستوى المالي أو الأموال المشتركة اللي ممكن يكون فيها بعض العقبات أو بعض الضغوط أو بعض التأخير يعني ممكن تهتم بجدول أو بأمور إلى علاقة بالمحاسبة أو بسداد بعض الديون ولكن الأمور بتكون مربكة في بعض الأوقات بدك تكون منتبه لبعض التعطيل أو بعض التأخير وحافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مع مؤسسات كبيرة أو شركات دولية مثلا ممكن تنشط بتقديم طلبات أو عمل جديد أو اهتمامات معينة تعزز من مكانتك أو ثقتك بالنفس وبرضو بتعمل بتساعدك على بعض الأعمال المشتركة أو مع زملائك أو رؤساك بالعمل أهمش إنك ما تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مشبوهة والأمور ممتازة أما بالنسبة لبيتك 11 فحكينا القمر ضاغط وبرضو المريخ ضاغط فاليوم ممكن يحمل لك مشكلة اجتماعية أو خلاف ما بينك وبين أحد الأصدقاء ممكن تنزعج من صديق أو ممكن تمتعد من إشي العلاقة لمناسبة أو لدعوة أو لحفلة ممكن ما تندعي أو ما يكون فيه اجتماع ما بينك وبينهم أو ما تتلاقى وجهات النظر ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم فتحتد أو تعصب أو ممكن تنزعج من مسألة معينة أو تتحسس أهمش إنك تحاول ما تفرض سلطتك ولا تفرض رأيك ولا تكبر الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب بيت المتاعب شوي يعني بيقول لك دير بالك أنت يعني موجه على فترة قادمة القمر لما ينتقل لكتور رح يضغطك فحاول تنجز اليوم أعمالك وما تخليها تتراكم اهتم لعملك اهتم لصحتك وبرضه ممكن يكون لك بعض الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج السرطان طبعا بالنسبة للبيت الأول أنت مدعوم بطاقة عالي جدا حيوي جدا نفسيتك مرتاحة أكثر يعني بلش فيه نوع من أنواع الهدوء لو لا أنه يعني سلبية القمر والمريخ لو قلت أنه من أفضل الأيام المميزة خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه اليوم أنه من بعض الأمور اللي ممكن نفسيا هيك تزعجك في بعض الأوقات لكن إجمالا الأجواء جيدة ونفسيا أنت مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي وبتجيب لك بعض المكاسب أو الاهتمامات المالية أو ترتيب وضع مالي معين وممكن تهتم ببعض المشتريات أو أمور إلها علاقة بقرض أو مساعدة أو دعم معين ولكن الأهم أنك تهتم بمصاريفك لأنه ممكن تحمل لك المصاريف اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ يعني دفعات أو التزامات أو متطلبات مالية ممكن تكون إلها علاقة إما بعلاج أو إلها علاقة بأدوية أو إلها علاقة ببعض سداد الديون اللي مطلوبين منك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات ولكن بدك تنتبه أثناء حركتك من الإصابات أو بعض الأعطال أو بعض الأمور اللي ممكن شوي بتكون بحاجة للرعاية أو الانتباه أكثر خصوصا أثناء تنقلاتك أو حركتك أما بالنسبة لأمور التسويق والامتحانات والدراسة فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تحقق بعض الأشياء الإيجابية خلال هذا النهار وممكن تنشط بأمور يعني يكون نتائجها بعد أيام أما بالنسبة للبيت الرابع فمنقولك باليوم ممكن يحمل لك لقاء أو تعاطف أو اهتمامات عائلية أو منزلية أو تلاقي بشكل جيد رح يكون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن اجتماع ممكن لقاء عائلي ممكن اهتمام بصحة أحد أفراد العائلة ممكن قلق من مسألة إلها علاقة بالعقار أو إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة ممكن اليوم يكون في حوار حاول أنك تكون محضر خير ما تحاول أنك تفاقم الأمور ولا تكبرها على أساس أنه ما يصير في أي خلافات أو مشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتدعمك على مستوى الحوارات واللقاءات والاتصالات العاطفية وبرضو ممكن يكون لك نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين الحبيب أو تلاقي على مسألة معينة الأهم أنك أنت يعني تكون كيف نحكيها تمسك أعصابك قدر الإمكان ما في داعي أنك تتحسس من أي موقف حاول برضو أنك اليوم تهتم بهواياتك اليوم مناسب لهذه الأمور أو للدراسة أو المطالعة أو أشياء لها علاقة بترتيب وضع جمالي أو إشي العلاقة بالتجميل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو بشكل قوي على مستوى العمل فممكن تنشط ببعض الأعمال أو الاهتمامات أو بالتعامل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال أهم أنك ما تخليها تتراكم وابعد عن الخلافات والجدالات خلال هذا اليوم في بعض كور يهتم بشأن صحي أو بشأن تقلبات صحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ما زالت فيها بعض الحدية وخصوصا لموليد العشرية الثالثة من موليد برج السلطان أدوار بدهم ينتبهوا من خلافات ما بينهم وبين أزواجهم أو شركاءهم أو نقاشات حادة أو استياء من تصرف الشريك في مسألة معينة فيحاولوا ينتبهوا من أن الخلافات تكبر وتزيد وتصل لمرحلة مش سهلة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة وواعدة على المستوى أمور إلها علاقة بأموال مشتركة أو قروض أو مساعدات أو هبات أو تقديم طلبات لهاي الأمور أو أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة زي ميراث مثلا أو قرض معين أو شركة أو شراكة على مستوى مالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا من يقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية في التواصل أو الاتصالات الخارجية أو الامتحانات أو المقابلات أو الدراسة أو لغة أو ثقافة أو نقاشات سياسية فلسفية دينية ولكن ما تتزمت برأيك وحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية تستغل بعض الأمور اللي راح تكون لصالحك خلال هذا النهار إما بأشخاص أجانب أو مؤسسات تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو أنا بدأ نقول لك دير بالك يعني شوي إذا بدك تقدم طلب لعمل اليوم الوقت جو مش مناسب إذا كان في مقابلة أو نقاش بدك تركز بشكل جيد حاول أنك ما تعصب برضو ما تحاول أنك تخالف القوانين ما تدخل بأشياء مجشبوهة ما تندفع وتتهور للمشاكل لأنه هاي بتخلي في حدية في الطبع أو عصبية وبعض الأمور اللي إلها علاقة بالانزعاج من تصرفات أشخاص من علاقاتك أو خلاف ما بينك وبين أحد زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تخطئ خطأ فيتوجه لك إنذار أو مخالف في مكان عملك أهم إشي إنك تهدى هاي الفترة سلبية مشحونة بالمتاعب وفيها نوع من أنواع التوتر حاول إنك تعالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى علاقاتك وأصدقاءك فممكن اليوم يحمل لك لقاء أو اتصال أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء مع بعض الأصدقاء الأجواء بتدعمك بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي أما بالنسبة للبيت المتاعب فمن قل لك الأجواء برضو بتدعمك على إنجاز بعض الأعمال أهم مش إنك ما تتغيب عن عملك وما تخلي أعمالك تتراكم عليك وبرضو انتبه لوضعك الصحي من بعض التقلبات راجع طبيبك إن دعت الحاجة الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق عليك أو على أحد الأحبة برج الأسد طبعا الشمس بتدعمك بطاقة قوية جدا بتعزز من ثقتك بالنفس برضو بتشحنك بطاقة كبيرة اليوم بتحس إنه في نوع من أنواع التغييرات عندك الإيجابي وبرضو رغبة بإنجاز كثير من الأمور ورغبة بالحركة والاستفادة من كثير من الأحداث ولكن عطارد بعمل تقلب في المزاج في لحظات ممكن يخليك تتوتر أو تزعل أو تتذايق أو تتحسس من بعض المواقف حاول قدر الإمكان ما تخلي تأثيرات عطارد إنها تأثر عليك حاول إنك تستفيد بشكل إيجابي من هاي التطورات إشحن حالك بطاقة إيجابية إكسر الحواجز اللي ممكن إنها تتنكد عليك ما تسمح لأي شيء بإنه يعكر مزاجك أو صفوك خلال هذا النهار يعني حاول إنك تغير الجو على طول أو تبتعد عن المواجهات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتحمل بعض الفرص اللي إلها علاقة بتحسين وضع مالي إما تيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم إنك تحافظ على مقتنياتك من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بعطيك نشاط على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص وإقناع بعض الأشخاص بوجهة نظرك بتنشط بالاتصالات الكثيفة اللي ممكن تكون في بعض الأوقات ممكن اليوم برضو تهتم بأمر إلو علاقة بمقابل أو مناقشة أو مشروع معين أو يعني إشي إلو علاقة بالرقابة الصحية ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو على مستوى البيت تقريبا مستقرة ما في أي مشاكل تقريبا أنت مسيطر على الوضع بشكل جيد في نوع من أنواع التفاهم أو الاتفاق ولكن ممكن تنزعج من توجيه صفة أمر لا إلك أو أشياء إلزامية تعملها أنت بأوقات مفاجئة فهذا شوي ممكن أنه يزعجك أو يوترك أو يخليك شوي تفقد السيطرة على نفسك حاول أنه تسيطر على أمورك خلي في تقارب عائلي أو تجانس عائلي أو اتفاق عائلي ممكن تحمل الفترة هاي نوع من أنواع القلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي جيدة بتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد والاهتمامات ما بينك وبين الحبيب أو اهتمام بهواية معينة أو ممكن تنشط ببعض المسائل اللي تكون إيجابية وتساعدك على مستوى علاقتك مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فأنا منقول لك بدك تدير بالك من بعض الأخطاء أو من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تتوتر من مسألة معينة أو تحتد من مسألة معينة حاول قدر الإمكان إنك ما تدخل بأي خلاف أو نقاش في مكان العمل إن كان مع زملائك أو مع المعاونين أو مع الزبائن حاول إنك تخلي علاقتك ودية وإنجز أعمالك بدون تسرع وركز بأعمالك قبل ما تسلمها أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكة وبتعمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم يعني العلاقة ما بين الأزواج جيدة وممكن أنه اليوم يكون في مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الأموال المشتركة بتفتح بعض الفرص أو المناسبات اللي ممكن تحصل منها بعض المكاسب المكاسب هاي بتيجي عادة إما من عمل إضافي أو بتيجي من أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني أمور بتتعلق في بنك أو ضريبة أو تأمين أو منحة أو أموال الزوج أو الزوجة أو أشياء إلها علاقة ببعض الديون أو القروض اللي ممكن تهتم فيها أهم إشي إنك تكرر المحاولة وحاول إنك تحافظ على مقتنياتك وأموالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أو النصابين أما بالنسبة للبيت التاسع فهنا بنقول لك بدك تدير بالك إذا كان عندك سفر اليوم أو تنقلك تفقد السيارة تفقد أغراضك خوفا من النسيان أو تنسى شيء أو يلتغي موضوع اللي أنت عازم أمرك عليه اليوم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحضوظ نهائيا حاول إنك ما تدخل بأي خلافات مع أشخاص أجانب أو أشخاص بمؤسسات تعليمية أو أشخاص لهم علاقة بخارج البلاد باتصالاتك ما تنزعج ما تتوتر ممكن اليوم تلاقي بعض التعطيل في مسائل لها علاقة بالترويج لعمل أو ممكن إنه يتأجل الموضوع كنت معتمد عليه العلاقة بمكسب مالي الفترة هاي ممكن تكثر عندك الواجبات أو تصعب بدك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير أهم إشي إنك تحاول تكرر المحاولة وما تيأس أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتعزز من علاقتك في العمل ومبينك وبين زملائك أو رؤساءك بالعمل وبرضو بتعطيك بعض الفرص الجيدة اللي ممكن تكون لصالحك وبتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز ثقة الناس فيك أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين وتسعد فيه أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة برضو بتدعمك ممكن إنك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم بصحتك بشكل جيد أو أمور تجميلية أو أمور إلها علاقة بصحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء أحسن من الأيام الماضية ولكن إنه شوي أنت نفسيا مش مرتاح فيه نوع من أنواع الإنزعاج فيه أشياء يعني في مخك تتحرك هيك مقلقيتك أو موتريتك أو مسببيت لك نوع من أنواع التوتر والإنزعاج بشكل كبير وهذا الإشي رح يكون واضح عليك ما في داعي للقلق ولا في داعي للتوتر اعزم أمرك ركز بشكل جيد بتحل كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تنتبه من المصاريف للزيادة وبرضو من بعض المحتالين أما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيك دافع للنشاط والحركة وسرعة البديهة وقدرة التواصل والإقناع بتكون عندك عالي جدا خلال هذا اليوم ولكن بدك تنتبه من عصبيتك وردات فعلك بدك تنتبه أثناء الحركة من بعض الإصابات أو أثناء قيادتك للسيارة في منك رح يهتم بموضوع إلو علاقة بالسيارة أو إلو علاقة بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر أو بمناقشة مشروع معين إذا بدك تقدم امتحان أو مقابل اليوم استعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت وبتعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن مصالحة ممكن لقاء ممكن تراجع عن قرار سابق ممكن تنشط ببعض الأعمال البيتية أو المنزلية أو مشتريات بيتية أو أمور عائلية يعني الاهتمامات عالية جدا أهم إشي أنك أنت تمسك العصة من الوسط وما توجه انتقادات ولا تحتد من بعض المواقف أما بالنسبة للبيت الخامس ما زالت الأجواء بتحمل نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي أو تقلبات عاطفية أو بتحس أن الحظ تخلى عنك بالفترة هاي هو تلقائيا أنت ما تعتمد على الحظوظ عشان أمورك تمشي بالشكل الصحيح اعزم أمرك وتحرك ممكن تهتم في أمر العلاقة بهواي معينة أو العلاقة بأحد الأحبة أو لقاء حبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن تتوتر من مسألة عاطفية معينة بتتعلق بالأشخاص اللي إحنا ذكرناهم وممكن قلق وممكن تعب أو إجهاد يعني حاول قدر الإمكان تستغل الأشياء الإيجابية وابعد عن الشك والغيرة قد ما بتقدر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو الرقابة الصحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت الشراكي فهي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التعاطف أو التلاقي ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الأزواج فممكن تتفقوا على مسألة معينة وممكن تتراجع عن قرار سابق ولكن زي ما حكينا انتبهوا من الشك والغيرة وأمور شوي النفس بتعززها أما بالنسبة للبيت الثامن فهنا بتكون تحذروا بشكل كبير اليوم على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة بشغل فكركم موضوع معين إلعلاقة بالأموال المشتركة ممكن تتعطل بعض الفرص اللي كانت متاحة لمكسب مالي أو تتأجل للأيام القادمة ممكن شغلي إلها علاقة بالتعويض يصير فيها نوع من أنواع اللبس فعشان يكتحاول أنك تبرر أو تيدم استنكار أو اعتراض ممكن يتأخر موضوع إلو علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أهم شيء أنك تبادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاجة لشحن حالك بطاقة إيجابية وأعصاب متينة في هاي الفترة أهم شيء أنك ما تترك ديول المتاعب أنها تسيطر عليك وانتبه من النصابين والمحتالين على أموالك برضو من السرقة أو الضياع وممكن تهتم بمصاريف تيجي بشكل مفاجئ إلها علاقة بأمور طبية أو بشأن شخص عزيز عليك بيكون بوضع سيء إما صحيا أو ماليا أما بالنسبة للبيت التاسع فما نقول لك الأجواء جيدة وتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض الشؤون القانونية أو المعاملات الحكومية أهم إشي إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو سفر اتركز بشكل جيد خوفا من النسيان وبرضو بما تعتمد على الحضوض وبدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو بدعمك على مستوى علاقاتك على مستوى سمعتك تقدر تدافع عن سمعتك بشكل كبير اليوم وتعزز علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أهم إشي إنك ما تتغيب وأهم إشي إنك ما تتأخر وما تخطئ بإنجاز أعمالك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو قوي جدا فهونا أصدقائكم من اللي بساعدوك اليوم علاقاتك الاجتماعية قوية وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فهونا بدك تنتبه من بعض التقلبات أو التعطيل أو التأخير أو العصبية أو الحدية أو الانتقادات أو التعب الصحي بدك تنتبه له إلك أو لأحد الأحبة برج الميزان طبعا طاقتك اليوم مش ولابد صحيح إنه في أشياء إيجابية بتدعمك ولكن شوي أنت متوتر أو شاعر إنه طاقتك ضعيفة أو شوي في نوع من أنواع التقلب بالمزاج عندك حاول قدر الإمكان تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول إنك تختلط بالمجتمع أو تختلط بالأصدقاء قد ما بتقدر أو مع علاقاتك عشان أنت تبعد عن الوحدة أو أنه أنت تقعد مع حالك لأن الأفكار السودة بالفترة هاي بتكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا من قدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي فممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو ممكن اهتمامات أو مرابح معينة إلها علاقة برضو بعمل إضافي أو تحصيل بعض الأموال اللي بتعود لك أو اهتمام بنوع من أنواع الهبات أو المساعدات أو الهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والترويج لعمل معين ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع هنا بدك تنتبه من إشي إلو علاقة بالبيت أو خلاف عائلي أو مشكلة معينة أو يظهر تطور لمسألة عائلية معينة أو شوي تقصر أنت بأحد أفراد العائلة فهذا الإشي ممكن أنه يتوجه لك بنوع من أنواع الاستياء أو نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أهم شيء أنك ما تتدخل بشؤون غيرك ما تحاول تفرض سلطتك أو وجهة نظرك ما تتحكم بالأشخاص اللي حواليك على أساس أن الأمور ما تحتد وما تزيد المشكلة أكثر وما تكبر الأمور في منك رح يهتم ببعض المسائل البيتية زي ترتيب أو تصليح أو مشتريات أو أمور إلها علاقة بشأن معين عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو أحد الأولاد أو أحد الوالدين ولكن حاول أنك أنت تخلي تواصلك جيد وخلي فيه نوع من أنواع الراحة بالتعامل معك بدون تقلبات المزاج والعصبية أو الاستياء أو التحسس من موقف معين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي أو مراجعة طبيب أو زيارة طبيب أو أدوية معينة أو أنه شوي تفكر هيكي أنك تأخذ راحة أهم شيء أنك ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وما تقصر بعملك وابعد عن الخلافات إلا في مكان العمل قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت السابع فهنا شوي بتكوا تنتبهوا لأنه حساس جدا الوضع على مستوى بيت الشراكي هذا بيحمل اليوم في نوع من أنواع الخلافات أو النقاشات أو الاستياء من تصرف الشريك أو الزوج فممكن اليوم تستأمن تصرف معين أو تحتد أو تحاول أنك تفرز سلطتك أو تعبر عن اللجواك بطريقة فضة شوي أو يستقبلها إنها طريقة فيها صفة الأمر أو التدخل بشؤونه أو أشياء من هذا القبيل فتكبر المشكلة أو يصير خلاف كبير ما بينكم يعني الأمور بتطلب تعاون بينك وبين الزوج بشكل جيد ما بجوز بالفترة هي إثارة المتاعب وضع القمر حساس والمريخ بعزز المشاكل أكثر اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر بالفترة هي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تعزز بعض الأمور المالية المشتركة أو أمور الهلاقة ببنك أو ضريبة أو تامين ولكن بدك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو فقدانها أو تأجيل أو تأخير أو معاملاتك ما تكون كاملة إذا كان عندك عقد حاول تدرس بنوده بشكل دقيق جدا وما ترتجل ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقانون أو مسائل اللي إلها علاقة برجال القانون أما بالنسبة للبيت التاسع فهي بتعزز من اتصالاتك وقدرتك على التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات الخارجية أو اهتمام بمسائل علمية أو تعليمية أو دورات أو دراسة أو ثقافية جديدة أو لغة مثلا ولكن الأهم أنه تنتبه أثناء تنقلاتك من نسيان أو فقدان أو بعض الأعطال أما بالنسبة للبيت العاشر فهي بتدفع بشكل جيد جدا على مستوى السمعة وعلى مستوى العمل فممكن تعزز سمعتك وتدافع عنها خلال هذا اليوم وممكن تنجز بعض الأعمال اللي كانت صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية الأجواء حليفة وبتدعم من علاقاتك الاجتماعية ممكن تحصل على عمل جديد أو أمر إلو علاقة بتكريم مثلا أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء مشحونة ما بينك وبين أحد الأصدقاء بتسبب لك نوع من أنواع التوتر صحيح أنه ممكن تنشط باجتماع أو لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ما تستاء وما تدخل بمواجهات مع أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال وبرضو بتساعدك على الوضع الصحي بتطمنك من بعض المسائل ولكن ممكن تحمل القلق على أحد الأحبة برج العقرب يعني الأجواء بلشت تأخذ نوع من أنواع الحدية لأنه القمر صار يتجه باتجاه بيتك السادس فعشان هيك بدك تنتبه بشكل كبير على أمور إلها علاقة بالنفسية والتقلبات النفسية وأمور إلها علاقة بالانزعاج أو الاهتمام بمشكلة بتتعلق في شأن عائلي أو شأن بالعمل أو شأن أحد الأصدقاء أو المعارف أو المقربين أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي ولكن برضو بتظهر بعض المصاريف أو الرغبة ببعض المشتريات أو الدفعات ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو هبات أو مساعدات أو دعم أو هدية ولكن ابعد عن المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا تعطي نوع من أنواع العصبية والحدية ممكن اليوم يتقلب المزاج عندك ممكن تكون متسرع في بعض القرارات أو بعض الأحداث حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتمسك أعصابك ما في داعي للعصبية أو للتقلب بالمزاج أثناء حركتك أو تنقلاتك حاول أنك تكون حذر خوفا من الإصابات أو خوفا من بعض الأشياء اللي ممكن تأذيك حاول برضو ما تعتمد على الحضوض أثناء الامتحانات بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تتسرع بالإيجابة أما بالنسبة للبيت الرابع فمنقول لك الأجواء على المستوى البيتي أو العائلي جيدة فبتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو لقاء أو اجتماع أو اهتمامات بمسألة بيتية أو عائلية ممكن تظهر بعض الأمور اللي شوي تخليك متوتر أو تتدخل أو تبدي رأيك أهم إشي إنه ما تفرض رأيك فرض وما تكون عصبي أثناء التعامل ممكن تظهر بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية اللي شوي تكون مربكة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة بتجمع ما بينك وبين الحبيب وبتعمل تلاقي جيد ما بينك وبين الأحبة ممكن تحل مشكلة تتعلق بحبيب أو تهتم بالحبيب بشكل أكبر أو بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أو ممكن يعني تظهر بعض المسائل ولكن بدك تنتبه من الشك والغيرة والوسواس والفضول إنك تتدخل في شؤون أحبتك أما بالنسبة للبيت السادس فطبعا المريخ والقمر موجودات فعشان هيك الشوي بدك تنتبه على الوضع الصحي مش شوي كثير من بعض التقلبات أو التعب أو الشعور بالمرض أو بعض الأوجاع اللي بتيجي بشكل مفاجئ وفيه منك ورح يهتم بشأن إلها علاقة بمشكلة بالعمل تتعلق فيك أو في أحد الزملاء أو عمل مربك أو اهتمامات عالية جدا في مكان العمل يعني بدك تهتم لعملك وتهتم لصحتك بشكل كبير أهم شيء أنك ما تتغيب عن عملك ما تتأخر حاول تنجز واجباتك نصق بشكل جيد بين مختلف الواجبات يعني حاول إنك برضو تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتدعمك على مستوى بيت الشراكي بتعمل نوع من أنواع التلاقي ما بينكم أو مصالحة أو تراجع عن قرار سابق لذا اليوم ولكن ممكن تظهر مسألة بشكل مفاجئ ما تخلو الأمور تقلب لها حدية أو لعصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تعزز بعض النقاط المالية خلال هذا اليوم أو المكاسب أو تحل مسألة لها علاقة بالأموال المشتركة زي ميراث أو ضريبة أو تأمين أو نقاش على مسألة من هاي المسائل أو أمور بنكية أو ضريبة أو يعني من هاي الأمور ولكن الأهم إنك أنت تحافظ على أموالك من الصرقة أو الضياع وما تتدخل في شؤون غيرك بخصوصا من ناحية مالية ممكن تحمل لك هاي الفترة قلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فهي بتدفعك بشكل قوي على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حل مسألة بتتعلق بأحد الأجانب أو مؤسسة تعليمية أو ممكن أوراق قانونية أو إشيء له علاقة بالقضاء أما بالنسبة للبيت العاشر فهو أنا بدك تدافع عن سمعتك بشكل جيد حاول أنك ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تتأخر عن عملك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني الفترة هاي بتحمل إشيء له علاقة بلفت النظر أو إنذار أو يعني مشكلة بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فممكن تحمل لك اليوم إما نشاط اجتماعي عالي أو يتوجه لك دعوي لحظة حفلة أو مناسبة أو لقاء أحد الأصدقاء أو ممكن تتفاجأ بمسألة بتتعلق بصديق فممكن يتعزز علاقاتك اليوم ومعارفك وتنشط اجتماعيا أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا من قلك الأجواء برضو فيها نوع من أنواع الضغط على الصحة وعلى العمل فعشان يبدأك تنتبه على صحتك من التقلبات الصحية من بعض التعب والإرهاق وبرضو من أمور الهلاقة بالعمل فما تتأخر ما تتغيب ما تأجل أعمالك وانتبه أثناء تدقيقك بالعمل ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج القوس بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء بتحمل نوع من أنواع الإيجابية نفسيتك اليوم أحسن يعني مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وبرضو عندك قدرة على إنجاز كثير من المهام أو المسؤوليات خلال هذا اليوم عندك رغبة للانطلاق والتغيير حتى على المستوى الشخصي والنفسي وممكن أشياء لها علاقة بأمور تجميلية كمان أو اهتمامات بصحتك أو لبسك أو هندامك أو قصة شعرك ولكن الأهم ما تسمح للحساسية أو التحسس أنه يأثر عليك ويعمل لك تقلب بالمزاج وخصوصا من أثر خلاف أو مشكلة عاطفية سابقة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تحمل نوع من أنواع المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات المالية أهم شيء بالفترة هاي بدك تنتبه من المصاريف الزائدة ومن صرقة أموالك أو ضياعها بدك تنتبه من المحتالين بدك تنتبه من بعض المغامرات المالية اللي ممكن تكون فاشلة أو تحقق لك بعض المخاسر فعشان هيك انتبه على وضعك المالي بشكل جيد بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات وممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال الفترة هاي عندك سرعة بديها عالية وقدرة على الإنجاز والتحرك وبرضو عندك رغب اليوم لتحقيق غايات كثيرة فعشان هيك رح تنشط كثير بالاتصالات والحركة والحوارات وأمور إلها علاقة بالترويج لإشي معين أو لسلعة معينة أو لإقناع بعض الأشخاص بوجهة نظرك أهم إشي أنه تبعد عن العصبية وفرض الرأي وانتبه أثناء تحركاتك من الإصابات أو الحوادث أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة اليوم في نوع من أنواع التفاهم أو التلاقي أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحملك اجتماع عائلي أو لقاء أو رئ طلعة أو خروجة أو اهتمام بمسألة العلاقة بالعقار أو ترتيبات أو ديكور مثلا أو مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بدك تدير بالك اليوم تزداد حساسيتك لدرجة عالية جدا خصوصا اتجاه الأحبة يعني اليوم ممكن يصدر منك أي ردة فعل سلبية تجاه الحبيب انتقاد فضول تدخل شك غيره تحكم أي صفة من هاي الصفات بدك تكون منتبه لها خلال اليوم من المحتمل أن يكون فيه قلق تجاه أحد الأحبة بسبب موضوع معين ممكن أن تبالغ بملذاتك والترفيه واللهو خلال الفترة هاي فيتسبب لك نوع من أنواع المشاكل بدك تنتبه أنت بالفترة هاي حساس جدا حاول أنك تركز بشكل جيد بتحمل هاي نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الأحبة أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال الفترة هاي وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالعمل أو بالصحة أو بالرقابة الصحية أو مراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت الشراكة تحمل لك نوع من أنواع التلاقي أو التقارب أو التفاهم ما بينك وبين الشريك أي الزوج وممكن حل مشكلة قانونية أو إشي العلاقة بقضية معينة اليوم تسمع بعض النتائج الإيجابية اللي بتدعم من مواقفك وبتدعم بالحضوظ اتجاهك أما بالنسبة للبيت الثامن فبنرجع هنا منقول إنه في فرصة لمكاسب إلها علاقة بالوضع المالي وخصوصا دعم أو من شراكة أو من تعويض أو بنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال إلك بترجع لك ولكن بدك تنتبه من بعض المحتالين أو المصابين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مؤسسات تعليمية أو ثقافية أو دورات أو استيعاب فكري جديد أو تعلم شيء جديد ولكن ما تتهور وما تعصب ما تقدم امتحاناتك بدون ما تكون دارس ومركز مزبوط ما تغامر بمشاريع إلا بعد دراستها ودراسة جدوتها إنه عشان ما يعني تكون فيه أشياء سلبية وانتبه من العصبية وفرض الرأي على أحد الأشخاص اللي بتعرفهم إما أجنبي أو خارج البلاد أو في مؤسسة تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة عندك جيد يعني بتعزز وبتدافع عن سمعتك بشكل قوي جدا وبرضه بتعزز لك علاقاتك على مستوى العمل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وممكن تحل شغلة لها علاقة بالعمل كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة وبرضه داعمة على مستوى بيت الأصدقاء فالفترة هاي ممكن تحمل لك لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع أو أشياء عائلية أو بينك وبين الأصدقاء بتكون كبيرة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضه جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة أو بالعمل أو أشياء إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أو مراقبة وضع صحي لأحد الأشخاص اللي بيعزوا عليك برج الجدي طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم النفسية عندك مش مرتاحة يعني شوي متوتر عصبي برضه بتدل على تسرع في بعض الأوقات أو يعني اتخاذ قرارات خاطئة أو أشياء إلها علاقة يعني بالعصبية والحدية اللي بتكون طاغية ومسيطرة عليك بشكل كبير بالفترة هاي ممكن تعاني من بعض الإحباط أو القلق أو يعني هيك تستاء من شيء معين أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء داعمة على المستوى المالي تفتح لك فرص مالية أو مكاسب مالية أو اهتمامات مالية ممكن تحقق بعض المكاسب من عمل إضافي أو دعم أو من شيء له علاقة بمستردات أو هبات أو مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك بشكل قوي على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع الأشخاص أو مع المحيط تبعك شوي صحيح أنه في بعض التسرع في بعض الأشياء ولكن أنه إجمالا عندك نشاط عالي مقنع بتقدر توصل الرسالة اللي بدك إياها بطريقة اللي أنت بدك إياها ممكن تروج العمل بشكل جيد ممكن تكثر عندك الاتصالات والحوارات بشكل ممتاز جدا ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل وما تعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت الرابع فهونا المشكلة الكبيرة اليوم اللي بتكون تنتبهوا منها مشاكل عائلية مشاكل العلاقة بالبيت أشياء العلاقة بالوضع العائلي متاعب منزلية بتكون تنتبهوا اليوم على عائلتكم على أفراد العائلة على أمور إلها علاقة بالنيران خصوصا للستات اللي بتشتغل في البيوت للإصابات اللي ممكن يتعرضوا لها داخل البيوت ما بخوفكم أنا ولكن بتطلب منكم الحذر أكثر والانتباه أكثر على كل المسائل هاي الفترة هاي فيها نوع من أنواع المخاطر اللي إلها علاقة في البيت والعائلة خلافات نقاشات تتطور أمور مشاكل عالية جدا هواجس أفكار سلبية حدية بالطباع فرض الأوامر السلطة يعني في نوع من أنواع التوتر بصير بسبب حدث طارق خلال هذا اليوم على مستوى البيت والعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية يعني بتدعمك أو بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الحبيب أو حبيب جديد أو علاقة جديدة أو تعاطف ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين الأمور تقريبا إيجابية يعني بتعزز بعض النقاط العاطفية عندك ممكن تمارس هواية أنت بارع فيها أما بالنسبة للبيت السادس فهو بدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية الإيجابية اللي تكون لصالحك في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت السابع فهو بعزز من علاقتك ما بينك وبين الشريك أو الزوج فممكن تهتموا بمسألة مشتركة اليوم أو اهتمامات مشتركة أو يعني اتفاق على قرار معين أو تتفقوا لأول مرة بشكل كامل ما بينك وبين الشريك بطريقة ممتازة في منكم ممكن يكون عنده فرحة أو خبر أو شغل إلها علاقة بالارتباط والزواج لا أحد إلك أو لا أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء متقلبة على المستوى الأموال المشتركة عشان هيكي محذرنا من الأمور اللي هالها علاقة بالأموال وخصوصا لو رجعت للزوايا بنقول لك دير بالك من المحتالين دير بالك من النصابين دير بالك من أشخاص ممكن يستغلوك ماليا دير بالك على أموالك من الصرقة أو الضياع حاول ما تدخل في مشاريع أو مواضيع مالية بدون دراستها بشكل دقيق اللي ما تتكلف مصاريف زائدة برضو على مستوى أمور العلاقة ببنك أو ضريبة أو تامية ممكن تتعطل بعض المسائل أو يزيد عليك مطالبات العلاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور العلاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو قضايا أو محاكم كلها هاي بتكون لصالحك بالفترة هاي حاول إنك دائما تكون مستعد أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد بيدعمك برضو على مستوى السمعة وبيعزز من سمعتك بعطيك ثقة عالية بالنفس بخلي في علاقة جيدة ما بينك وبين سملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن بالفترة هاي تسمع إطراء أو ثناء أو تكريم معين أو مديح معين أو ممكن شوي يصير في عندك نوع من أنواع الشهرة بسبب احتكاكك بالمجتمع أو شيء يخليك تحتك بالمجتمع أكثر أما بالنسبة لبيتك 11 تقريبا الأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فبتحملك نوع من أنواع التلاقي أو تعارف على أشخاص جدد وممكن برضو يكون فيه أشياء ممتازة كزي حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تعاطف أو تساء مساعدة ما بينك وبين أحد الأصدقاء يعني فيه نوع من أنواع الدعم أو الحليف لإلك بالفترة هاي بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب برضو الأمور جيدة وبتدعمك بشكل قوي فممكن تنجز أعمالك بشكل قوي واهتماماتك بصحتك ممتازة يعني ما فيه أي مخاطر عليك ممكن تحمل قلق على صحة أحد الأحبة فقط لا غير برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الجو أحسن نفسيا وأنت مستقر أكثر عندك رغبة للتحرك والإنجازات يعني في عندك عدة مشاريع عدة اهتمامات اليوم تحاول أنك تنجزها وتحاول تتحرك باتجاهها عاول أنك أنت بس ترتبها بشكل جيد وحاول أنك أنت تمسك حالك بس من ردات الفعل السلبية أو العصبية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على المستوى المالي فاليوم ممكن تحقق بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو تحل مسألة مالية كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أو نوع من أنواع الهدايا ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا ضاغطة عليك بشكل كبير فعشان هيك اليوم بدك تنتبه بشكل كبير في أثناء سفرك تنقلاتك اتصالاتك من العصبية والحدية والتهور وعدم الانتباه فممكن تتعرض حالك للإصابات اليوم أثر حركتك الغير مدروسة فممكن شوي هيك تضرب رجلك في طاولة تتفركش رجلك تعمل حادث تعرض حالك إصابي ممكن عصبيتك حديت مزاجك شوي تكون حاد اليوم الزيادة عن اللزوم فتحدث بعض المشاكل إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد حاول أنك تنتبه برضو من امتحانات مفاجئة بالفترة هاي وتقلب المزاج أثناء تعاملك مع أخ أو جار انتبه من الحدية وانتبه من المقاطر والمشاكل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية والأشياء المفاجئة على مستوى البيت فممكن تظهر بعض الأشياء الإيجابية أو لقاء أو تفاهم أو اتصال أو مشكلة أو خلاف عائلة حاول تحله خلال هذا النهار ممكن تنشط ببعض المشتريات أو الاهتمامات البيتية أو العائلية أو الالتزامات ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد أفراد العائلة خلال اليوم أو تهتم بمسألة إلى علاقة بالعقار أو شراء عقار أو استئجار عقار أو تصليح أو ديكور مثلا أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية تقريبا اليوم أفضل أحسن يعني في بعض الإنجازات أو الاهتمامات اليوم يعني بتنشط ببعض الأمور العاطفية أو اللقاءات العاطفية أو أشياء لها علاقة بالمرح أو بهواية معينة أو نزوة أهم يش أنك ما تبالغ بالملذات حاول قدر الإمكان تخلي تعاملك مع أبنائك أو مع والديك بشكل إيجابي بدون ما تحتد أو تعصب أو تنزعج من طلباتهم أو تصرفاتهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ممتازة جدا على مستوى العمل فاليوم ممكن تحقق بعض الإنجازات أو عمل جديد أو تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية فتكون الاهتمامات عالية والنتائج إيجابية ودعملة إلك بقوة في منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية أو تطلع النتيجة تكون لصالحه أو مريض يتماثل للشفاء بهذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع هنا بتكونوا حذرين برضو من أمور إلها علاقة بالشركاء المال أو بين الأزواج من العصبية والحدية والتقلب بالمزاج وبعض المشاكل اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو تتطور مسألة معينة أو خلاف معين أو ممكن يصير فيه بعد أو جفى ما بينكم حاول قدر الإمكان تبعدوا عن الخلافات والمشاحنات وحاولوا ما تفتحوا ملفات قديمة تحاولوا أنكم تناقشوها خلال هذا اليوم ممكن تستأمن تصرف الشريك أو الزوج أو أنه تتحسس بسبب إهمال أو تقاعص أو عدم الامتثال لأوامرك أو مخالفتك في بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو بعض الاهتمامات بمسائل إلها علاقة بالميراث أو أموال مشتركة ولكن حاول أنك تنتبه من النصابين والمحتالين ومن المصاريف وفقدان بعض مقتنياتك ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى اتصالاتك وحواراتك مع أشخاص أجانب أو من خارج البلاد ممكن تكثر بعض الاتصالات عندك أو يجيك اتصال أو خبر ممكن يكون عندك امتحان أو مقابلة ولكن بدك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ممتازة على مستوى بيت السمعة ابتدعمك بقوة وبتعزز من ثقتك بالنفس ومن علاقاتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء الأصدقاء في مسألة ما أو ممكن احتفال معين أو اتصال بفاجأك من صديق أو خبر معين ممكن يكون يعني يسعدك أو يعني يطمعك على مسألة مستقبلية أما بالنسبة لبيتك 12 فبيت المتاعب شوي بدك تكون حذر وتراقب وضعك الصحي بشكل جيد من التقلبات احذر من بعض الأشخاص اللي ممكن يتآمروا عليك من وراء الكواليس وبرضو انتبه لراحتك وصحتك وممكن اليوم تحمل قلق على صحة أحد الأحبة برج الحوت طبعا بالنسبة للبيت الأول اليوم الأجواء أحسن مشحون بطاقة إيجابية أكثر برضو عندك سرعة بديها عالية جدا عندك رغبة للانطلاق والتحرك تشعر ببعض التحسن اليوم أكثر من الأيام الماضية ممكن تجيك بعض الأخبار الجيدة أو يعني يكون عندك رغبة بإنجاز بعض الأمور اللي كان صعب أنك تنجزها بالأيام الماضية ممكن يصير لك بعض الاهتمامات التجميلية أو أمور إلها علاقة بالشخصية أو بلباس معين أو أشياء إلها علاقة بالحيوية أما بالنسبة للبيت الثاني هنا بدك تكون حذر اليوم على المسائل المالية وممكن يتراكم عندك مسألة مالية معينة أو تظهر بعض العقبات أو الدفعات أو الالتزامات المفاجئة ولكن الأهم من هذا كله بدك تنتبه من بعض الأمور اللي إلها علاقة بنصابين أو محتالين بتآمروا عليك أو بيحاولوا أنهم يستغلوك أو شخص بيحاول أنه يأخذ منك فلوس بطريقة غير مشروعة أو بدك تحافظ على أموالك من الصرقة أو الضيع أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ممكن أنه تفتح لك بعض المجالات على مستوى الاتصالات والحوارات وممكن تنشط بامتحان أو مقابلة خلال هذا اليوم أو يكون عندك أكثر من تنقل أكثر من مكان يعني بتنشط بشكل كبير على مستوى تنقلاتك وحواراتك عندك رغبة عالية اليوم لإنجاز كثير من الأعمال أو المهام ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأشياء مثل ترويج العمل أو حل مشكلة كانت سابقة بتتعلق بأمور سيارة أو تليفون أو أشياء من هذا القبيل ولكن بدك تنتبه أثناء حركتك من بعض الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة ودعمة على مستوى العائلة بتعمل نوع من أنواع التقارب أو الإطمئنان أو بتحل مشكلة عائلية معينة أو بتساهم في لقاء عائلي أو زيارة أو اهتمام بيتي أو ديكور أو ترتيبات يعني أو مشتريات منزلية بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة ودعمة بقوة اليوم على المستوى العاطفي إن كان تجميلي وإن كان عاطفي وإن كان نزوات رغبات حب، هواية، قراءة، مطالعة، إشيء العلاقة بالفنون كل الأمور هاي اليوم أنت نشط فيها بشكل عالي جدا وبرضو حتى على مستوى الغراميات أنت عالي جدا بغرامياتك بالفترة هاي وحتى بعواطفك ممكن يكون لك تعامل جيد ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم بدك تنتبه بشكل كبير على أمور إلها علاقة بالصحة من تقلبات صحية مفاجئة بعض الأمور اللي إلها علاقة بالتوتر مراجعة الطبيب أدوية خربطة أو خلل في طريقة أخذك لعلاج معين تنسى إمتى أخدته أو كيف أخدته تأخذه مرتين وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه على أشياء إلها علاقة بالعمل ما تمسك عملين مع بعض إنجز العمل الأول بعدين روح للثاني حاول ما تدخل بخلافات ولا بنقاشات ولا بجدالات في مكان العمل مع أي إن كان أما بالنسبة لبيتك السابع فالأجواء دعميتك على مستوى الشراكة فبتحمل لك بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك فممكن اليوم تتوافق أنت والزوج على مسألة معينة أو تتراجع عن قرار سابق أو تحمل لك مصالحة أو إنهاء مشكلة كانت بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة ولكن زي ما حكينا انتبه على أموالك من السرقة والضياع والنصابين والمحتالين ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين خلال هذا النهار أو تحل مسألة إلها علاقة بقرض معين الحظ بيدعمك في بعض المسائل وبساعدك وبساندك في بعض المسائل المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب فممكن تحل مسألة كانت معقدة أو أمور قانونية أو أمور إلها علاقة بأوراق أو وثائق إلها علاقة بشي رسمي بطاقة أحوال هويتك باسبور شغلات مثل هيك ممكن تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك العاشر فتقريبا الأجواء على مستوى السمعة جيدة وبتدعمك تقدر تدافع عن سمعتك بشكل قوي ممكن تعزز لقاءاتك اليوم أو تهتم بمسائل إلها علاقة بزميل رئيسك بالعمل تكريم مديح إطراء اجتماع عمل أشياء من هذا القبيل ممكن اليوم تنشط فيها بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيحمل لك مناسبات أو لقاءات أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء لبعض الأصدقاء أو تواصل ما بينك وبين بعض الأصدقاء ممكن تنشط بلقاء معين أو باتصال معين أو بحوار معين ما بينك وبين أحد الأصدقاء فاليوم بيحمل أشياء إيجابيلة إلك ما تحاول أنك أنت يعني تفرض سلطتك على صديق أو تتقلب بالمزاج أثناء تعاملك مع الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل في بعض الأوقات بساندك إن لا إنجاز أعمالك وبرضو ممكن اليوم يحمل لك إما زيارة لمريض أو تهتم بصحتك أكثر أو ممكن مراجعة مستشفى هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر